من الدروس التي نستفيدها من واقعة الطاف درس التنافس الإيجابي والتسابق في مضمار الطاعة لله عز وجل حيث كان أصحاب الحسين وأهل بيته يتسابقون إلى المنية دونه التنافس الإيجابي ثقافة ينبغي ويجب أن تسود المجتمع إذا سادت هذه الثقافة المجتمع أخذت أفراد ذلك المجتمع إلى المعالي ولهذا يؤكد القرآن كثيرا على هذه المسألة وكذلك روايات أهل البيت سلام الله عليهم لاحظوا حينما نقف على القرآن متأملين نلحظ هذه الثقافة يقول الباري عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يقول الباري عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا كلها تشير إلى ثقافة التنافس الآيات التي صدرت بها الحديث من سورة الواقعة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام في القيامة وكنتم أزواجا ثلاثة شف ثلاثة أقسام يوم القيامة قسمهم أصحاب الميمنة أهل الجنة طبعا الآن لماذا سموا بأصحاب الميمنة لاك اختلاف بين المفسرين البعض يقول الميمنة من اليوم أي البركة والبعض يقول لأنهم يعطون كتابهم بأيمانهم يعني بأيديهم اليومنا على كل حال مسألة مسألة ليست بذات أهمية هؤلاء هم أهل الجنة أصحاب الميمنة ما أصحاب فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة قسم الثاني أصحاب المشأمة من الشؤم والمستجار بالله وهم أهل النار هل هناك قسم ثالث بين هذين القسمين قرآن يقول والسابقون السابقون إذن هؤلاء لهم موقع خاص في القيامة هم طبعا من أهل الجنة ولكن لهم استثناء هؤلاء استثناءهم لأنهم يمتلكون هاي الثقافة ثقافة التنافس التسابق التسارع في مضمار الطاعة والعبادة لله عز وجل في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يخاطب علي عليه السلام يقول بعد أن يتلو الآية المباركة يا علي هم أنت وشيعتك يعني المتسابقون المتسارعون في مضمار الطاعة لله عز وجل هم أنت يا علي وشيعتك لكن السؤال المهم من هم شيعة علي هنا السؤال من هم شيعة علي شيعة علي ليس بالمعنى الشائع اليوم المركز في أذهان الناس اليوم شيعة علي صنف خاص من المحبين والموالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه وهم الذين لم يخالفوا أوامره ولم يرتكبوا شيئا من فنون زواجره كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه إمام الرضا يقول هم الحسن والحسين وعمار وسلمان والمقداد ومحمد بن أبي باكر هؤلاء هم شيعة علي في الرواية قال لا تخلو من فائدة حينما نقرأ نص الرواية حيث توجد فيها نكات متعددة هذه الرواية الإمام سلام الله عليه جاءه جمع من مواليه ومحبيه وأرادوا الدخول عليه أرادوا الدخول على الإمام سلام الله عليه طبعا الإمام في البداية طبعا الذي تلقاهم هم حاجب الإمام من كان على الباب فسألهم ماذا تريدون قالوا نحن من شيعة علي بن أبي طالب فلما ذهب الحاجب إلى الإمام سلام الله عليه البواب طبعا إلى الإمام سلام الله عليه قال أصرفهم فإني مشغول عنه فصرفهم فلما كان في اليوم الثاني جاءوا إليه سلام الله عليه وقالوا وقالوا مثل مقالتهم الأولى فقال الإمام سلام الله عليه مثلها يعني أصرفهم فصرفهم فما زالوا مدة شهرين كاملين يوميا يأتون إلى باب الإمام والإمام يصرفهم حتى ضاق عليهم الأمر حتى ضاق عليهم الأمر لما ضاق الأمر عليهم جاءوا يشكون إلى الإمام سلام الله عليه فأذن لهم الإمام بالدخول لما دخلوا يقول الراوي لم يأذن لهم الإمام سلام الله عليه بالجلوس سلموا ولم يأذن لهم الإمام بالجلوس فقالوا سيدنا ما الذي بدر منا ما الذي حصل فقال سلام الله عليه طبعا تل الآية المباركة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إنما اقتديت بربي وبجدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين ومن بعده الأئمة من بعده آبائي الأئمة فقالوا ما الذي بدر منا فالإمام قال لهم لقد ادعيتم أنكم من شيعة علي بن أبي طالب ويحكم أتعلمون من هم شيعة علي بن أبي طالب إنما شيعته الحسن والحسين وعمار والمقداد وسلمان وأبو ومحمد بن أبي بكر الذين لم يرتكبون الذين لم يخالفون أوامره ولم يرتكبون شيئا من زواجر فنون من من فنون زواجره وأما أنتم إذا ادعيتم هذه الدعوة وأنتم في أكثر أوقاتكم مخالفون له استطرت الإمام سلام الله عليه ولو قلتم أن من محبيه ومواليه لم استنكرت ذلك منكم فقالوا نقول كما علمنا سيدنا وإمامنا فاستفشر الإمام فرح الإمام قال إلي إلي حتى أدناهم منه وقال للخادم كم مرة حجبتهم قال ستين مرة قال فاختلف إليهم ستين مرة وحيهم شوف هنا نقف على شيعة علي بن أبي طالب الحقيقيين الذين لا يخالفون أوامر أمير المؤمنين سلام الله أمه على كل حال التنافس الإيجابي والتسابق في مضمار الطاعة لله عز وجل ثقافة يجب أن تسود في المجتمع والحياة الدنيا مضمار سباق بين المؤمنين كما يستفاد من الروايات الشريفة يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله سبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان ثم فضلهم على درجات سبقه إن الله سبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان شايفين في مضمار السباق الخيل كل فارس ينافس الفارس الآخر ليحصل على الدرجة الأولى لينال الجائزة يقول الإمام سلام الله عليه الله عز وجل خلق الحياة الدنيا لتكون مضمار سباق للمؤمنين مضمار تنافس لكن أي التنافس التنافس الإيجابي مو التنافس السلبي التنافس السلبي يقوم على أساس الحسد يقوم على أساس الضغين والمستجار بالله أما التنافس الإيجابي فيقوم على أساس المحبة كل مؤمن ينافس أخاه المؤمن في مضمار الطاعة لله عز وجل يريد أن يصل إلى المرتبة الأعلى وهذا لا ضير فيه بل هو مطلوب لأن الله عز وجل جعل الحياة الدنيا مضمار سباق بين المؤمنين وفضل المؤمنين على حسب درجات سبقهم على حسب درجات السبق بين المؤمنين الزين هنا نقف على هذا السؤال لماذا يؤكد القرآن يؤكد أهل البيت سلام الله عليهم على ثقافة التنافس يؤكدون على ثقافة التنافس حتى يحصنون هذا المؤمن من السقوط حتى يضمنون لهذا المؤمن النجاة في الآخرة كيف شوف مثلا تتصور عندك ابنان ولدان أحدهما يمتلك روح التنافس الإيجابي والآخر لا يمتلك هذه الروح في الدراسة في المدرسة أحدهم لا يرضى إلا بالعلامة الكاملة إذا يجيب 99 من 100 يصاب بالهم والغم والحزن بينما الآخر يقول لا كم درجة النجاح يقول لها 50 يقول فقط أريد 50 حتى 50 ونص ما أريد يعني يفتقد روح التنافس إذا جاء يوم الامتحان ودخل هذان الولدان إلى قاعة الامتحان سؤال بسيط على من تخاف تخاف الأول على الأول أو تخاف على الثاني واضح جدا الأول سوف ينجح بل سوف يصل إلى درجة الامتياز عند هذه الروح بينما الثاني الثاني لا هو في قاعة الامتحان ويدك على قلبك تقول ينجح أو ما ينجح صلوا على محمد فالخوف إذن على الثاني زين فالخوف وإذن على الثاني ليس على الأول لأن الأول أنت مطمئن تمام الأطمئنان من نجاحه الثاني تخاف عليه لأن الثاني يفتقد إلى روح التنافس الإيجابي ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم أهل البيت حينما يأمروننا بالتنافس الإيجابي في مضمار الطاعة لله سبحانه وتعالى فلماذا يأمروننا بذلك يأمروننا حتى يضمنون لنا السلام في الآخرة لأن هذا المؤمن إذا امتلك روح التنافس الإيجابي سوف لن يرضى إلا بالكثير الكثير من القيم والكمالات لن يقنع بالحد الأدنى من مراتب الطاعة لله عز وجل فلن سوف ينظر إلى ما هو أعلى من ذلك بكثير من هنا نجد الثلة التي خرجت مع الحسين سلام الله عليه أي الصفوة التي انتخبها الحسين سلام الله كانت تتمتع بهذه الصفة صفة التنافس الإيجابي والتسابق إلى نيل المعالي صغيرهم وكبيرهم سيئا صغيرهم وكبيرهم سيئا حبيب ابن مظاهر ذلك الشيخ الكبير الذي بلغ الثمانين برير الهمداني ذاك الشيخ الكبير الذي بلغ التسعين كما في بعض المصادر كان يتمتع بذلك النشاط والهمة العالية والتسابق دون التضحية دون الحسين سلام الله عليه وكذلك أمر ابن جناد هذا الصبي اليافع أيضا يتسابق للموت دون الحسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة